النهاردة 7 يوليو ذكرى ملحمة البرث وذكرى الكرامة والشجاعة وحب الوطن ذكرى استشهاد أبطالنا أحمد منسي وأحمد عمر شبراوي ومحمد صلاح وخارد المغربي وغيرهم من الأبطال اللي ضحوا بأرواحهم فداء للوطن تحية لكل أبطال معركة البرث وتحية لكل أبطال قواتنا المسلحة اللي قدموا تضحيات كبيرة جدا وعظيمة لضحر الإرهاب والقضاء عليه كل من استشهد في هذه المعركة عيشوا بكرامة وماتوا رجال ولن ينسى التاريخ ولن ينسى الشعب المصري تضحياتهم كانوا خير مثال على ثبات القلب ورسوخ العقيدة وإيمانهم بقضية بلدهم وحبوم لكل زر ترمل فيها يا شازك طبعا المعركة نفكر نفسنا ونفكر الناس بالأحداث بتاعتها بدأت في تمام الرابعة فجرا يوم 7 يوليو من عام 2017 دخلت إحدى السيارات المفخخة كمين البرث برفح وتعاملت معها قوات الكمين في الوقت نفسه كان فيه عدد من العربيات المحملة بالسلاح والإرهابيين اللي جم من جميع الاتجاهات وقاموا بتطويق الكمين بالكامل لكن منسي ورجالته كانوا بالمرصاد ووجهوا الإرهابيين ببسالة وقوة وشجعة طبعا استبسال أبطالنا في الرد على الهجوم أفشل مخطط الإرهابيين اللي كانوا عايزين يحققوا ولو نصر معنوي برفع علامهم على الكمين لكن أبطالنا كانوا ليهم بالمرصاد وفي المعركة دي الحقيقة البطل المنسي وعدد من رجاله الأبطال وفي المقابل تم قتل أكتر من أربعين تكفيري وتدمير ستة عربات تبعة لهم على يد أبطال الكمين كانت الحياة حادث مؤسف إحنا النهاردة منذكر أنفسنا ومنذكر حضراتكم ببسالة وشجاعة أبطالنا أبطال رجال القوات المسلحة اللي ما عندهمش أي يعني ما عندهمش أي مانع أنهم يضحوا بأرواحهم بس عشان تفضل راية مصر مرفوعة بنفكركم وبنفكر أنفسنا عشان نعرف أن البلد الحميها رجالة وما عندهمش أي ثانية ممكن يشكوا فيها أنهم يضحوا بروحهم عشان زرت تراب من هذه الأرض مرة تانية بنصبح على حضراتكم بصباح الخير والسعادة بصباح الخير لمصر